السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية ان شاء الله اليوم استكمالا لمادد لاندومي في شرح جديد راح نحكي عن اللينفاتيك سيستيم اللي هو جهاز اللينفي طبعا أهمية جهاز اللينفي في جسم الإنسان إلو دور بأنه بخلصنا اول شي بالبداية لما نحكي عن الجهاز اللينفاوي نعرف انه هو جهاز مترافق وملاسق للكارديوفسكولار سيستيم القلب الأوعية الدموية فعمله مترافق مع عمل الأوعية الدموية بشكل خاص بالنسبة للفين أو الأرتيري بشكل عام فهو بيخلص الخلية أو الأنسجة من الماء الزائد عن حاجته اللي بيقوم فيه بالعملات الاستقلابية بيوديها على الفين سيركوليشن لحتى يعاد استخدامه في خلايا أخرى أو مثلا تخلص من الجسم فيه إلو دور أيضا أنه بيخلصنا من الفورين ماتيريال عن طريق الفاقوسايت اللي هي الخلايا البالعة وفيه عندنا أيضا امبورتنت فور اميون سيستيم هو إلو دور قوي بالجهاز المناعي طبعا يشبه من شبه الجهاز اللينفي بالخلايا الدم الأقريات دم البيضاء لإلها دور بالدفاع عن الجسم محتويات هذا السيستيم طالما أنه سيستيم فهو سيستيم قائم بحد ذاته فأكيد لازم يكون فيه مكونات خاصة فيه فيه عندنا اللينفاتيك فيزل اللي هي الأوعية اللينفاوية فيه عندنا سكتر لينفويد تيشو أند أورغن فيه إلو أعضاء لينفاوية خاصة فيه فيه عندنا اللينفويد سيل اللي هي الخلايا اللينفاوية شو هي الخلايا اللينفاوية طبعا فيه أنواع فيه عندنا اللينفوسايت اللي هي الخلية اللينفاوية T أو B وفيه عندنا البلازما سيل اللي هي بتنتج الانتيبادي وفيه عندنا الماكروفيج اللي هي الفاقوسايتوسيس تعمل على بلع الخلايا او الاجسام الغريبة اللي بتدخل لدي اسم الانسان. في عندنا اللي بتنتج اللي بتنتج اللي في عندنا الدنترات اكسل. بالبداية لما نحكي عن هي عبارة عن شبكة بتكون باتجاه واحد. بتحتوي على الكابلاري بتحتوي على تحتوي على ترانك والدكت. طبعا هي يعني شبيهة بالاوعية الدموية. فيها كابلاري شعير شعيرات لنفاوية. فيها هي عبارة عن زي محطات بتقوم بتجميع المواد اللي راح تحطها او توديها للفيناس. في عندنا هي عبارة عن القنوات الواصلة. بدنا نحكي اول اشي عن الكابلاري. يعني وين ما يكون في عندنا بلد فيزل بيكون في عندنا كابلاري للليمفاتيك سايت. عشان هيك سأل الليمفاتيك افوان اه سيستم. عشان هيك انا حكيت لكم ان هو مترافق وملاسق للاوعية الدموية. They are absent in bone marrow teeth and entire cns. الاماكن هاي مش موجود فيها. اللي هي عبارة عن البون مارو. اللي هي نخاء العظم. والاسنان. وداخل الجهاز العصبي المركزي. cns. They are adapted to be highly permeable. طبعا هي لانه هي بتنقل المواد تاخذ الانترستيشي الفلويد مثلا من التيشو بتوديها للفيناس. فاكيد لازم تكون هي نفاذيتها كبيرة عالية. نفاذيتها عالية عالية جدا. وهذا الشيء بتحقق عن طريق. في عندنا فلاب لايك ميني فالف. هاي موجود بالستركتشر تبع الكابيلاري نفسها. في عندنا بندل of fine filament that anchor capillary to surrounding structure to maintain permeability when there is excess interstitial fluid. لما يكون في عندنا اكسس من الانترستيشي الفلويد. طبعا هي راح يكون في عندنا زي fine filament عبارة عن خيوط بتثبت هاي الكابيلاري. ما عدتشو لحتى تتحقق اكبر قدر ممكن من التعرض لها الاكسس انترستيشي الفلويد لحتى يصير في لها permeability لداخل الفيزيل. all constituent of blood that cannot pass through the blood capillary are collected by lymphatic capillary. طبعا اي مركب او اي حاجة ما بتدخل الى السير اس الى البلد فيزيل او الكابيلاري اللي موجودة بالblood circulation راح يتم ادخالها الى الليمفاتيك كابيلاري. ليش؟ لانه الpermeability النفاذية اللي موجودة بالليمفاتيك اعلى من النفاذية للكابيلاري. special type of capillary in vele of intestine are named lacteales. lacteales هي عبارة عن نوع مخصص من الليمفاتيك كابيلاري موجودة وين بالامعاء؟ هذا مصطلح كثير عام كثير هام اللي هو lacteales. بيجي فراغ بيجي كلمة. فاذا نوع الخاص من الليمفاتيك كابيلاري اللي موجودة بالانتستن من سميه lacteales. that collect kyle. الكايل هي عبارة عن milky white lymph from intestine. الليمف اللي بيطلع من الانتستن بيتجمع كله وبيروح لل lacteales. الاكتيالز. الاكتيالز هاي بعدين بدورها راح توديها لوين? لل venus circulation. يعني هاي بس معلومة خاصة بالانتستن. انه اللي موجود بالانتستن الليمف اللي موجود بالانتستن هو عبارة عن لاكتيالز. اسمه يعني. هاي في عندنا صورة بتوضح انه اللي باللون الاخضر هو عبارة عن المفاتيك سيستم او المفاتيك كابيلاري منلاحظ انه هو كثير متشاعب مع الكابيلاري للدورة الدموية. خلصنا من الكابيلاري هلا الوعاء الدموي. قلنا مصطلح tonica او tonics هو مخصص باي اشي وعائي زي الوعاء الدموي. هون ايضا بالوعاء الليمفي. بيقول انه زي الوينز. but with inner wall are more and more internal valve. الغشاء الداخلي اللي موجود بالcollecting vessel بيكون في عندنا كثير كثير من الصمامات اكثر من الوين. هذا بيدل على انه بده يمرق المواد باتجاه واحد وبشكل اسرع من الفين. في عندنا الترنكس اللي هي الجذوع اللي موجودة بالجهاز لنفاوي. are formed by onion of the largest collecting vessel. طبعا تجمع الكوليكتنج فيزل رح يعطينا الترنكس. فاذا الترنكس هي الكوليكتنج تزل فيزل الكبيرة. تجموحها طبعا مع بعضها. ميجر ترنكس وين موجود في عندنا هاي الجذوع اللي موجودة بالجاجولار في منطقة الرقبة صبك ليفيان عند الكتفين. في عندنا باللمبر بالظهر. وفي عندنا الانتستينال بالامعاء. وفي عندنا البرونكو آآ ميديستينال. هلا بنشوف اذا في صورة هاي الصورة بتوضحنا توضع الجذوع. هاي جاكولار فين. عند طبعا كله ملاسق للأوعية الدموية طبعا. لما نحكي جاكولار فانحنا نحكي عن الرقبة وفي عندنا توزعها بكل اجزاء الجسم. في عندنا هاي الكايل اللي حكينا عنها. اللي موجودة عندنا بالانتستين هون بالامعاء. طبعا في اكثر في عندنا بالسيرفيكل اللي هي بالرقبة ايضا. طبعا هاي زي العقد اللي موجودة بالجسم. هلا بنسبة للدكت اللي هي القنوات. في عندنا رايت لينفاتيك دكت وفي عندنا ليفت لينفاتيك دكت. اللي هي القنوات الناقلة للسائل اللينفي. بالنسبة للرايت اللي هي موجودة على قسم اليميني من الجسم. طبعا هي رايت فهي مختصة بجزء اليميني من الجسم من اليد اليمنى من الجزء الاعلى او الجزء العلوي من الجسم اليميني طبعا. كله راح تودي لوين للرايت صاحب كليفيان فين. الليفت عكسه طبعا من سميه الثراثيك دكت نفس الاسم بيستقبل الليفت من باقي انحاء الجسم. فاذا الرايت لينفاتيك دكت بيستقبل الليفت فقط من الرايت ارم والرايت صايد من الابر بادي. بس فقط هاي كثير مهمة. فدور الليفت هو دوره اكبر من الرايت لينفاتيك دكت ليش؟ لانا الرايت بس من الرايت ارم ومن الرايت صايد من الابر بادي كمان. يعني الجزء اليميني العلوي من الجسم وليس السفلي. السفلي مالو علاقة فيه. اما باقي الجسم مين بلومن لهو الليفت كثير مهمة واكيد راح اوديه للليفت صابق ليا بيان فين. كلها هاي الدكت القنوات بتفضي كل اشي فيها عوين على البلود بسكولر سيستم. اضع تطرق او مكان التقاء الليمفاتيك سيستم مع الفاسكولر سيستم بمكانة جاكولر والصابق ليا برقبة. يعني الرايت والليفت ليمفاتيك داكت بيجمعوا كل السائل الليمفي بيروحوا لعند الرقبة هناك مكان تسليم الشحنة خلينا نحكي. فالتبادل بيصير عن طريق او في منطقة الجاكولر والصابق ليا بيان. هاي الصورة رحكينا لكم عنها مش كثير يعني يتركزوا عليها بسبعة كنت تعرفوا انه اللي باللون الاخضر دايما هو الجهاز الليمفي. هلأ بنحكي عن الترانسبورت لللمف. الليمف اللي هو السائل اللي اخذته هاي الخلايا او الكابلاري او الفيزل اه ومشى بالدكت وراحل طبعا. طبعا. طبعا حركة الليمف في السائل حركة السائل الليمفي. طبعا هي بتكون بطيئة نوعا ما. وبتم عن طريق لما نحنا عضلات جسمنا صير في قباض. تمام هي بتحرك. فهي قريبة من العضلات. عن طريق البريشر. change in the thorax. بالصدر لما يصير في عندنا عملية شهيق والزفير. هذا الشي كله بيضغط على الدكت طبعا الليمفاتيك سيستم. وبيؤدي الى حركة السائل فيه. نفس الفيزل تبعت الجهاز الليمفي نفسه لما يصير فيه الهاتف. الفالف اللي موجود فيها. والسموث مسل الليمفاتيك فيزل نفسه. في عندنا طبعا اللي هي حركة او نبضات الشرايين. لانه احنا قلنا انه هو ملاسق للشرايين ولا وردة. فاي حركة بتتمع الشريان ممكن تأثر على حركته وبتخليه يمشي. فزي ما منلاحظ انه حركة السائل الليمفي ضمن ضمن الفيزل او الدكت تبع الليمفاتيك سيستم بتكون بطيئة. مقارنة بالفاسكولر سيستم. الفاسكولر في عندنا القلب. والقلب بيعمل زي مضخف. هذا الشي بيسرح حركة الدم ضمن الاوعية الدموية. اما هون ما في عندنا بيعتمد هو بس على هاي الخمس اشياء لحتى يتم حركة السائل الليمفي ضمن الفيزل. خلال 24 ساعة تقريبا ثلاثة لتر من الليمف بتدخل للجسم. او البلد سيركوليشن بشكلها. يعني هي مخرجات الخلايا او مخرجات التيشو او ممكن اذا صار في عندنا بلعمة للخلايا الغريبة او الاجسام الغريبة. فكل هذا حوالي تقريبا يقدر بحوالي ثلاثة لتر. زي ما بنعرف اكيد مهمة الفالف الصمام انه يمنع الفالف كصمام بيمنع بريفنتد الليمف انه يرجع لورا. بصير في الو باك فلو. طبعا الشعيرات الليمفاوية البرميابلتي لها اه كثير قوية عشان هي تجمع اكبر قدر ممكن من اندرستيش الفلويد. الباثوجين والكانسر سيل مي سبيد ثرو ذا بلود عن طريق الليمفاتيك ستيم. طبعا انتشار الخلايا السرطانية او الخلايا او الاجسام الغريبة او الممرضة لجسم الانسان اه زي الباثوجين او الكانسر سيل ممكن تنتر للأسف انها اه تنتشر بالجسم عن طريق الليمفاتيك ستريم للأسف. اي شيء ممكن انه يمنع اه 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 هذا الليمف او عودته الى الجسم عن طريق اه الليمفوديما اللي هي عبارة عن مرض بصيب الجهاز الليمفي وبيمنع اه عودته الى حالته الطبيعية بصير في عندنا مشاكل بالجهاز الليمفي واكيد رح تأثر على المناعة. بعد ما خلصنا الجزء الاول من الليمفاتيك سيستم رح ننتقل الى الأورغان شو هنه الاعضاء الخاصة بالجهاز الليمفي في عندنا الليمف نود اللي هي العقد الليمفاوية في عندنا سبلين طحال في عندنا الثايموس وفي عندنا التونسل اللي هي اللوزتين وفي عندنا اغريكيشن من الليمف نود تجمعات من العقد الليمفاوية بالنسبة للليمف نود هي عبارة عن هي مناطق زي الجمرك بفلتر هذا اللنف وبيدخل اللي بدخله وبيمنع دخول بعض الأجسام موجودة في منطقة إذا في صورة مش موجودة توزحها طيب موجودة بشكل أساسي هاي اللنف نود في منطقة السيرفيكال الرقبة بالأكزيلياري تحت الأبطين وأيضا موجودة في منطقة العانة بشكلها زي حبة الفاصولية بتختلف بالشيب والسايز حوالي 2.5 سنتيمتر بالطول هي بتتجمع حوالي اللينفاتيك فيزل وبتعمل عملية فلترة للسائل اللينفي اللينف نود بتحتوي على فايبرس كابسول هو عبارة عن دينس ترابيكيول إكستيندد إن وورد هي عبارة عن ألياف بتكون كثيفة بتكون متجهة نحو داخل الستركتر وفي عندنا الكورتكس اللي هي القشرة وفي عندنا الموديلة الكورتكس تحتوي موسلي على التي ليمفوسايت هاي كثير كثير مهمة تواجد التي ليمفوسايت موجودة في الكورتكس للليمف نود الموديلة بتحتوي على الماكروفيج طبعا مهمة هاي بتعمل انغلف للفايروس للبكتيريا للفورين باديز بتعمل زي بلع ما بتبلحها بلع نسميها البالعات الكبيرة الماكروفيج وفي عندنا البي ليمفوسايت وفي عندنا البلازماسل اذن كثير مهمة ميز انه التي ليمفوسايت موجود بالكورتكس مش فيها حرف تي كورتكس فهي تي ليمفوسايت موجود فيها بالنسبة لباقي خلايا الدفاع عن الجسم زي الماكروفيج والبي ليمفوسايت والبلازما اللي تعطينا الانتيبادي موجودة وين موجودة بالموديلة هاي شكل العقدة اللينفاوية زي ما قلنا هي عبارة عن بتشبه حبة الفاصولة او الكلية بتشبه الكلية الى حد كبير جدا حتى بالستركتر الداخلي تباحها وزي ما منلاحظ اذا منكبروا الصورة منلاحظ انه هي عبارة عن زي الالياف فايبر بتكون متجهة نحو الداخل طبعا الفلترة فيها كثير كثير قوية او عالية بسبب تواجد هاي الستركتر والتعرجات اللي موجودة فيها تقريبا سبحان الله هي زي الكلية حتى استركتر الكلية مشابه لها بشكل كبير الجزء الثاني من الخلايا اللينفية في عندنا او العضاء اللينفية عفوا اللي هو السبلين السبلين هو عبارة عن الطحار بتكون من منطقتين السبلين عبارة عن المنطقة البيضاء والمنطقة الحمراء في عندنا الويت بولب فورمد كلاستر of lymphocyte around the central artery بكون هاي المنطقة المنطقة البيضاء هي بتحاوط او بتتجمع حاول السنتر الارتري اللي هو الشريان الرئيسي اللي واصل لهاي النود وفي عندنا الريد بالب كونستيتيوت the remaining tissue back ground it's rich in circular connective tissue RBCs and macrophage طبعا هي من اسمها الريد بمعن هي حمراء فكلا زكون هي غنية بالRBCs والmacrophage الويت زي ما قلنا فيها lymphocyte خلايا اللينفية خلينا نركز ونربط انو الويت فيها lymphocyte الريد فيها الريد بلود سيل وماكروفيد شو وظيفة السبلين طبعا السبلين هو هو مقبرة الخلايا الدم الحمراء او قريات الدم الحمراء هيك يسمى بالعربي انو اي خلية الدم حمراء بدو يصير في تقلها تيرين اوفر خلاص خلصوا عمرها بعد ثلاث شهور فبتروح على السبلين شوفوا الاسم عشان تذكروا السبلين لحتى تموت هناك هي تسمى مقبرة الدم الحمراء قريات الدم الحمراء طبعا طبعا الفنكشن تباحها lymphocyte prolifration عفوا lymphocyte prolifration اللي هي تمايز او تكون الليمفوسايت هي بتكون الليمفوسايت وفيها immune function لها دور بالمناعة مقبرة الدم الحمراء زي ما حكينا لكم انه هي بتدمر خلايا الدم الحمراء اللي مش فعالة او فيها مشكلة او الاجد خلاص انتهى عمرها تمام فهي مقبرة تذكروا كلمة مقبرة هي كثير مهمة store and release the breakdown product of hemoglobin ايضا هي بتخزن وبتطلق المخلفات تبع الhemoglobin بعد ما يصير في عندنا دستروي طبعا خليط الدم الحمراء بس تموت بيظل الhemoglobin تباح حشغال ممكن نستفيد منه وبتعمل انها بتعمل هيموستيس بالفيتوس بالجنين هيماتو بايوتك سايت بالفيتوس كثير مهم السابلين للجسم الانسان في عندنا الثايموس بايوتك موجودة في الحلق تقريبا موجودة خلف هاي بتكون موجودة عند الجنين لما ينخلك بس يكبر الانسان تختفي لحد لا مش عارفين شو السبب انه بيبطل الهدور بالمناعة او بتختفي طبعا حجمها كل ما تقدم الانسان بالعمر بتصغر وبعدين بتختفي بتبطل تبين لما الانسان يعني يوصل لمرحلة البلوغ بتوقف عن النمو بتبلش انها بتصير تختفي يعني خلاص بتموت هي مش حار في نحن شو السببب وبتم استبدالها بالفايبروس وفاتيتيشو بتتحول لفايبروس وفاتيتيشو ما عاد لها اي دور طبعا هي شو بتفرز النهاية التايموس بتفرز التايموسين والثايموبيوتين هذول هرمونات التايموسين والثايموبيوتين هرمونات هذول بما انه هي التايموس تبدأ بحرف التايموس تمام جاهزة لانها تكون للدفاع عن الجسم. انه هي تكون خلية مناعية. طبعا هي مكونة من القشرة والمدلة. زي حالة السبلين. تمام? اه عفون زي حالة الليمف. لنرجع نستذكر. هاي عبارة عن كورتكس. عفون. السبلين فيها بلب. فيها وايت بلب. فيها ريد بلب. طبعا مهم انه هاي المدلة بتحتوي على الهاصل كلاب سولز. اه ذات ار سايت فور تي سيل ديستركشن. هذا سؤال مية بالمية او فكرة مية بالمية. انه صح هي اه الهدور بانتاج تي لينفوسايت او انه يكون خلية مناعية. بس ولكن بنفس الوقت هي مقبرة لا تي سيل نفسي. يعني منها واليها بترجع. عن طريق ايش? عن طريق الهاصلز كاربو سكيلز هاصلز كاربو سكيلز هاي منطقة بصير فيها تي لينفوسايت سيل او تي سيل ديستركشن. بتموت هناك يعني. سبحان الله بتنشع منها وبترجع الها. في عندنا التونسيلز. تونسيلز هنه عبارة عن اللوزات. they are simplest lymph organ. هي عبارة عن اعضاء بسيطة من الجهاز اللينفاوي. بتحتوي على البلاتين تونسيلز. لينجوال تونسيلز. الفارينجيال تونسيلز. وفي عندنا تيوبال تونسيلز. هذول عبارة عن اربع انواع من اللوزات. طبعا احنا اكثر اشي بنعرفوا اللي هو الفارينجيال اللي موجودة بالبلعوم. البلاتين تونسيلز at posterior and end of oral cavity. هاي موجودة في الجزء الخلفي من التجويف الفاموي. اخر اخر الحلق. في عندنا اللينجوال تونسيلز. at the base of the tongue. موجودة في قاعد في اسفل اللسان. في عندنا الفارينجيال تونسيلز. موجودة بالبوستيريور wall of the nosopharyngeal. اللي هنا اللوزتين اللي احنا بنعرفهم. التيوبال تونسيلز surround opening of the auditory tube into the pharynx. هذول تيوبال تونسيلز محيطات في فتحة ال auditory tube. اللي هو التيوب السمعي. اللي بيوصل للإذن. the tonsil masses are not fully encapsulated. طبعا اللوزة بشكل عام هي ما بتكون مغطى بكامل محيطها بالكابسول. they have ingovination called cryptus. cryptus. invagination اسمه cryptus. they contain nodal with obvious germinal center. اذا في صورة بتوضحنا هاي التونسيلز. هاي الفارينجيال تونسيلز. في عندنا هون الاوروفارينجيال. اه اوروفارينيكس عفوا. في عندنا اللي بيكون موجودات بالباز تبع اللسان. the aggregation of lymphoid noodles. طبعا تجمع the lymphoid noodles. include the following. في عندنا البايير's batches. في عندنا lymphotech nodal. في عندنا النوديولز. البايير's batches هاي موجودة بالانتستينال وال. اذا بالنسبة للجهاز اللي في صار في عندنا شغلتين خاصات بالانتستينال. في عندنا الليمفاتيك فيزل اللي موجودة بالانتستينال. وفي عندنا البايير's batches اللي هي اه عبارة عن تجمعات من الليمفاتيك نوديل. في عندنا الليمفاتيك نوديل هي بحق ذاتها. of appendix. اللي هي الزائدة الدودية. اللي موجودة بالزائدة الدودية. في عندنا النوديول اللي موجودة بالجدار respiratory track. اللي هو مجرى التنفس. they are known as malt. اختصارها للنوديل هاي مالت. اللي هي ميوكوزا الاسوسياشن ليمفاتيك تيشو. تمام? اختصارها مالت. they prevent pathogen in respiratory track with digestive track from reaching the mucosa lining. طبعا هي سبحان الله هي خلايا او خط دفاع. تمنع انه البايثوجين يوصل لـ respiratory track جهاز التنفسي طبعا احنا بنعرف انه لما تنستان شق الهواء. اكيد هيدخل معه باثوجين و الاخري. او مثلا اذا اه 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 اناولنا طعام بيكون فيه باثوجين او فيه بكتيريا او فيروس. اه 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 بتكون هي عبارة عن خط الدفاع الاول. هيك منكون خلصنا جهاز الليمفاتيك سيستم. طبعا هو جهاز بسيط. وسهل. اه بس نعرف مكوناته. اه 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 اماكن تواجدهن. وان شاء الله بتوفيق لجيميه.